الاخر حاجة عايز اتكلم عنها انا انا بتكلم داخل قناة النادي الاهلي بالمناسبة احمد مصطفى زيزو نجم نادي الزمالك من برح شفت له فيديوهات ولقاء مع ملحدش لقاء كله يعني ولكن شفت له فيديوهات مع كابتر ابراهيم فاي احمد مصطفى زيزو مثال للعب المحترم نجم كبير في نادي الزمالك ومثال للعب المحترم ليه انا بقول هذا الكلام لانه فيه لعيبة فيه اندية جماهرية وكبيرة بيطلع يسخن الناس على بعض وبتاع و وفي الاخر من وجهة نظريه انه هو ما بيدورش على الترنت لانه انا سمعت له فيديو هو بيتكلم بيقولك ايه المشكلة لما جمهور الاهلي يحبني وجمهور الزمالك يحبني فعلا زي ما انت مثلا بتلاقي لما تيجي تتكلم عن كابتر خطيب مثلا بتلاقي انه جمهور الاهلي بيحبه وجمهور الزمالك بيحبه لما تيجي تتكلم عن كابتر حسن شحات بتلاقي جمهور الاهلي بيحبه وجمهور زمالك على فكرة هي دي الامثلة الرائعة اللي يجب ان احنا ننظر لها خلال هذه الفترة اذا كان هناك تقارب واحترام خلنا نتكلم عن الاحترام المتبادل فننظر لهذه الامثلة الجيدة المحترمة اللي بتظهر لينا لما تطلع الاهلي المنافس الاول والكبير وهو كبير القرى وكبير مصر وكل حاجة ولكن لما تطلع تتكلم عن الاهلي تتكلم باحترام وهو ده اللي انا شفته من زيزه الحقيقة على عكس يعني عندما سئل عن مباراة الاهلي قال انه الاهلي فريق كبير واحسن فريق في افريقيا وبيفوز بدوري ابطال افريقيا واللعب قدامه قدام جمهوره وحاجة بتسعيد دزيزه هو ده الكلام المحترم لما كهربا تسأل في هذا الكلام قال نفس الشكل على جمهور الزمالك لما افشا تسأل قال نفس الكلام هي ده الامثلة المحترمة والرائعة اللي لازم تتحط قدامنا علشان الاجيال اللي طلع تتعلم انه المنافسة جاء الملعب انا عايز اكسب الزمالك عشرة عشرة اتمنى واكسب خمسة وستة وكل حاجة ولكن في نفس الوقت الاحترام للجمهور والاحترام ما بين اللعبين لانه لما جيه مثلا زيزه يتكلم عن محمد الشناوي شوفه كلم ازاي قال لك فعلا كابتن وفعلا قائد وفعلا وبنتكلم كل يومين ثلاثة مع بعض هذه هي الروح يعني ايام ما انا كنت بلعب وانا اسف ان انا بقول هزا ايام ما الجيل اللي كان بيلعب انا حضرت كان معظم لعبت ندي الزمالك اصدقاء سواء حزم امام متحة كل الناس كانوا اصدقائنا وقريبين مني جدا ومن غيري ها دي ها الحياة ولكن جوء الملعب كنا دايما ندي نكسب الزمالك على طول في الوقت ده عشان كده خد بال حضرتك وكلام ده انا بقوله لزيزه هتلاقي جمهور الاهلي جمهور الاهلي بيقدر زيزه وبيحترم جمهور الاهلي بيقدر مع عمرك شوفت حد من جمهور النادي الاهلي بيقولك كلمة وحشة على محمد عبد الشافي محمد عبد الشافي ده واحد من الامثلة المحترمة والكبيرة جدا ولكن في ناس تانية للأسف الشديد نفرح ونتبسط مع جمهورنا ولكن في النهاية الاحترام المتبادل معلش محدش يقول لي ما تبقاش مثالي لا مش مثالي ولا حاجة ولكن ها دي هي الحق والله هي دي الحقيقة اللي كان بيحصل قبل كده مش هو ده الصح ولكن هو ده الصح ان انا اطلع اتكلم على الاندية الكبيرة بشكل محترم ولكن لو عندي قضية او عندي موضوع لا افتحه وافتحه من اوله الاخر واقف فيه بكل قوة وجهة نظري ودايما احب وخلي بالكم ده اللي بيتقلم يعني انا كل تقريبا جمهور النادي الاهلي ناس كتيرة جدا بتكلمني في التليفون وانا برد على كل التليفونات الحقيقة بيقولولي هذا كلام ناس منكم من حضراتكم كلموني ومن اللي قاعدين بيتفرجوا كلموني وقالولي ليه بقول كده لان هم قالولي احنا بنتفرج يعني فمن اللي قاعدين بيتفرجوا قالولي ان هم سعداء بهذه الروح المحترمة اللي بتأثر اللي كان بيكلمني رجل كبير قال لي في احفادي لما بيتفرجوا بيشوفوا بيقولوا كلهم اهلوية وبيحبوا الاهلي جدا ولكن بدون تعصب كلنا بنحب النادي الاهلي وفي اي حاجة تخص النادي الاهلي حنبقى كلنا وقفين ولكن بالاحترام وبالأدب زي ما شفنا كل لعبت النادي الاهلي في كل الفترات اللي فاتت الحقيقة كانوا عاملين وبيتكلموا بشكل رائع ومحترم على كل الاندية وكل المنافسين وفي نفس الكلام برضو عن زيزو انا بتكلم عن زيزو تحديدا لان انا اتفرجت على كتير من الفيديوهات مبارح اللي كانت رائعة جدا لهذا النجم الكبير المحترم احمد مصطفى زيزو